الدوتوات مع الأصوات النسائية وأنت كمان عملت حلوة روح ودي كانت أعتقد أنها نقل فريقة مع النسيس دي اللي نقدر عليها أن نقول عليها أن هي شعب حتى أنه خاعل أغنية دي أغنية حلوة روح وأنا كنت بقالي فترة أن أنا بدور على أغنية زي كده وكنت دايما كنت بقول لفريق العمل بتاعي اللي بيعملوا معي الأغاني أقولهم أنا نفسي أعمل كذا يعني بلغة الموسيقى كنت حسسها شبهك يعني قريبة منك أوي وعشان كده نجحت النجاح الكبير ده هي نجحت لأن أنا كنت بتمنى أن أنا أغني الحالة دي أو الأغنية دي كنت بتمنى من قبل ما أغنيها ممكن ب12 سنة وأنا عايز أعمل اللون ده عايز أعمل الحاجة دي بالضبط كده زي ما هي كده زي الحالة دي ما جات كده أنا عايز أعملها كده هي كمان حالة كمان كانت مرتبطة بنجاح الفيلم وأعتقد أنت علاقتك بالتمثيل مش بعيدة يعني علي سبايسي 2005 يعني بس إيه الموضوع؟ موضوع التمثيل ده بقى راجعين له تاني مش راجعين له تاني؟ لا بس أنا أنا ما حبيتش حاكم أنا أول مرة أقول الكلام ده ما حبيتش حاكم كممثل بصراحة يعني مش عايز تعيد التجربة؟ لا مش عايز بس هو وأنا أنا في المنطقة بتاعتي يعني يعني بكل طواضع بكل طواضع بكل طواضع أنا مدرسة في الحتة دي على خشبة المسرح وفي اللون بتاعي في دي مدرسة تعليق من التعليقات ما قدرش أقول إن أنا متواضع في الحتة بصراحة يعني بصراحة تعليق من التعليقات اللي النهارده وأنا ماشية في الحفلة سمعتها من الناس اللي حاضرين إنه علي خف الدم ع المسرح الكاريزماء بتاعة حكيم على المسرح تغيأ ودي حاجة مهمة بالنسبة للفنان هو الارتباط ما بين المزيكة وخفة الدم والرشاقة على المسرح مطلوب لازم يكون فيه تناغم ما بين التلات حاجات دول علشان أنا شغلتي إن أنا انترتيمت يعني برفح عن الناس بخلي الناس تكون مبسوطة ودايما بقول لفرقتي إن أنا وإنت ملك للناس اللي بيتفرجوا علينا وبيسمعونا بيتفرجوا ويسمعنا فلازم نكون آآ قادرين على إن إحنا نبسطه ونشبعه ونشبعه ونخليه هو يفضي الطاقة اللي في دماغه كلها من أي مشاكل ولازم ياخد طاقته كلها لازم الطاقة بتاعته السلبية دي لازم تطلع وبديله الحمد لله